طيب بالنسبة للمناظرة اللي علقوا عليها علق عليها حمال مصطفى بتاعتنا وعلق على الهواري ذاته كمان انا بلغني انه برضو علق عليها واتهمني بها اشياء عجيبة اول المناظرة دي مبتورة جايبين في الكلام بتاعنا فرصة اولى او فرصتين والصوف يتكلم بعد ذاك انا قمت علي حيلي لانه انا سألت اسئلة الصوفي ما جاوب عليها اي سؤال سألني لو الصوفي يردد عليها كل اسئلتو انا جاوبت عليها بالتفصيل بالنقطة الوحدة وحتى الكلام الجاوب عن ابن تيمية قلت لا الكلام وبعد الصفحات طلعت ليه ما يبين الكلام ده لانه ذكر كلام عن الاولياء منهم من يطير في الهواء منهم من يمشى على وجه الماء ومنهم من يبلى ابريقا من الهواء ومنهم من يفعل قلت لا الكلام وبعد ذا قلت لا ابن تيمية قال بعديه بصفحة او صفحتين قال وليس في كل ذلك ما يدل على ان صاحبه وليا او ولي لله ده كله وبينت لده بعد ذاك شوف تخيل في الفرصة التانية قبل فرصة تانا الاخيرة قمت قلت له شوف يا صوفي يا ترد على الاسئلة بتاعته يا انا بوقف المناظرة بمشي قمت كده على حالي انا عامل له نظام تحديد كويس؟ عشان هو يرد على الاسئلة بتاعته قمت ورجعت تاني قاعدت اول ما قمت على حالي قطوا هنا شوفتها؟ وطلعوها في اليوتيوب قالوا هروب اعداب من المناظرة وجايبين انا زيل قايم كده شوفتها كيف؟ قايم على حالي طقتها في الحتة دي وطلعوها في اليوتيوب بعد ذاك انا عندي فرصة تانية كاملة وزريتها الصوفي دا لحد ما الصوفي بيقا قاعد في الوطا ها؟ وانا بسأل فيه الاسئلة وقاعد في محله ما قادر يجاوب كل الاسئلة اللي انا سألت له وديته الكتاب بتاع البرعي في يده والتلامسك الكتاب دا والبرعي هنا قال الولي بيخلق والولي بيفعل وبيفعل داير اجابة عن الكلام دانا الصوفي دا بيقا بيعرق وبجف وقاعد في محله وانطهت المناظرة بفضل الله عز وجل ما زكر الله يشوفها الا انا اردد عليها مع انه المسجد كان مليان جوه كمية بتاعه شفت جبهجية وصوفية قاعدين معاه لما الصوفي يتكلم بيسكتوا لما انا اقوم اتكلم كلهم بيكوركو يعني عملوا ليه جلبة وفوضى كبيرة جدا لكن بفضل الله عز وجل ردد على كل شي كل حاجة ردد عليها وعدتوا قلت له يوم الاحد احنا بنجي تاني وانا بجي تاني قلت له يوم الاحد وانت كالراجل تعال اليوم اللاحد شرد ولما نجي داخل المسجد قفلوا ولا صلاة ما صلوا فيها صلاة ذاتة خلوه يومين شفتها وربعة بيقفلوا الجامع نحن بنجي من الجامع المقفل صلاة ذاتة ما فيه جامعة الداخلية ازال اخواننا كانوا حاضرين وغاد يكون في بعض الحاضرين نسا كانوا حاضرين المشاهد دي عموما المسألة دي مبتورة وهو يجي يعلق عليه يقول لك وغلب ويجاوب وما رد عليها انت لو لقيت التسجيل كامل اكان عرفت الجواب عليها وصية القحطانين بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطانين